اشتركوا في القناة ونظرية الرمزية بيواجهوا عشرات الأسئلة الصعبة وبالتأكيد مش هيكون عندهم إجابات خصوصا لو طلبنا منهم آية صريحة أو غير صريحة في الكتاب المقدس بنوا عليها نظريتهم ولا أنتوا زي بتوع التطور بتبنوا نظرياتكم على افتراض غير الموجود طيب بتوع التطور ملحدين وانت حضرتك ايه مؤمن ولا ملحد حتعرج بين الفرقتين ناوي تعمل لك عقيدة جديدة تجمع الإيمان والإلحاد مع بعض تجمع لك إيمان وتطور انتبه وفوق قبل ما تسمع صوت المسيح ليتك كنت باردا أو حارا هكذا لأنك فاتر ولا استباردا ولا حارا أنا مزمع أن أتقيأك من فمي انتبه خلونا مع بعض نشوف عنوان حلقتنا النهاردة المسيح نسل المرأة يسحق رأس الحية بنرحب بوحيد ونبدأ نشوف موضوعنا النهاردة أهلا بك يا وحيد أهلا الفضوى وأهلا بكل الأحباء المشاهدين في كل مكان رب يبارك حياة الجميع طيب المسيح صحق رأس الحية في رأيي هو كمان صحق رأس الرمزية صحيح؟ صحيح مئة في المئة ما فيش كلام لأنه إذا كان ده دي بكرة النبوات اللي احنا بنسميها نعم أنه يكون في عدوة بينك وبين نسلك ونسلها هو يصحق رأسك والمسيح وأنتي تسحقين عقبه فبالتأكيد بكرة النبوات هذه هي تسحق رأس الرمزية بلا شك لأنه شكرا للتعبير ده لأنه يعني هل المسيح برضو دي موجودة في الأصحات اللي هم بيقولوا على رمز صحيح طب دي بكرة النبوات حتهمل فيها نعم هل بكرة النبوات نرمزها كمان نخليها رمز وهي أساس مبني عليه عقيدة المسيح هو الذي سحق رأس الشيطان نعم نسل المرأة يسحق رأس الحية والتالي السؤال بقى نفس كلماتك باتجاه آخر ما قيمة هذا الوعد إذا كان هو رمز إيه قيمته في ضوء حقيقة ما جرى وما حدث إن كان هو مجرد رمز لا قيمة له لكن إذا كان ذا حقيقة يبقى هنا الوعد له قوة وليه تفاعل مع صفحات الوحي المقدس إلى مجيء المسيح وتحقيق هذا النبوة أنه هو الذي سحق رأس الشيطان طيب يعني هل وانت بتحط الرمز والحقيقة نعم يعني النبوة رمز طيب والرمز ده اتجسد بيجي حقيقة بعد شوية ولا الحقيقة كانت نبوة في البداية وكان وعد بأن المسيح يتجسد بالضبط كده ده إذا كان رمز مش ممكن من الرمز يخرج أصل بالضبط لازم الأصل هو الذي يخرج منه أصل يخرج منه أصل لما رمز أطلع رمز هلامي غير موجود سمعنا في حلقات سابقة من أخ اسمه فادي مبارك اتصل بنا وقال إنه لا هذا حقيقة طيب أصبح آدم حقيقة نعم وأصبح حواه حقيقة نعم بس لما جينا عند الشجرة قال لا دي ما عنده رأي فيها يعني رأيه إنه ممكن رمز طيب في حين ما أعطانا يعني نصوص كان واضح ورائع وصريح إنه لا يعرف نصوص في الكتاب يعني تسند قضية الرمز طيب يعني تقدم حلقة النهاردة يعني يسند حقيقة الخلق ويكشف نظرية الرمز زيفة النظرية نعم بصي بالوقت إحنا بنأخذ من قلب الإصحاحات ومن قلب الأحداث اللي بيحاولي رمزها النبوة التي تتكلم عن المسيح ساحق رأس الحية الحية اللي هو الشيطان نعم هذا الأمر نسل تحديد كلمة نسل المقصود بالمسيح هي مطبوعة خيط مضيء في كل صفحات الوحي المقدس بالتالي وجودها خارج هذا السياق كما هي يصحق تماما أنه ممكن تكون رمز دي حقيقة واقعة وبالتالي الوحي تناولها على أساس أنها حقيقة بل ووعد بيها في وعد بهذا النسل بداية من حواء إلى الأباء وذلك سنرى ما تضيف حلقة النهاردة أن من قلب الإصحاحات التي يراد في فشل أن تكون مجرد رمز نجد انطلاق الوحي المقدس في صفحاته الكثيرة يؤكد ويوثق أن هذه حقيقة وأن هذا النسل هو شخص المسيح طيب الإنسان العاقل الطبيعي يعني التفكيره منطقي كيف ممكن يوفق بين أنه السقوط رمز وأنه فيه تجسد الاثنين يعني معلش حقول تعبير ما يركبوش مع بعض صحيح يعني فيه خلل فيه خلل فيه خلل دي برض واحد من الأحبان مباركين قدم مداخل الأخ ميلاد من مصر لو فاكرة في حلقة آدم وحواء صورة الله على الأرض قدم المداخل لأنه كيف يوفق بين هذا الأمر وبين التجسد صحيح لماذا أتى المسيح هذا فلا هو فيه خلل شوف المنظومة دي لو تحطت كده مليون سؤال سيأتي على هذه المنظومة نعم ولن يكون هناك الإجابات الشافية نعم ستكون محاولات ربما يقصد يمكن لكن إجابة شافية بنصوص كتابية لن يجد مهما كان قائلها من مهما كان حجم الإسم ما فيش أسماء أمام الوحي المقدس فوق كل الأسماء صحيح فوق كل الأسماء بدون استثناء أبدأ بهذا الوعد في تكوين ثلاثة خمستاشر بعد السقوط بيتكلم الرب الإله مع الشيطان في سورة الحية وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عاخبه من هذا الوحي المقدس من هذه النبوء التي يذكرى النبوءات في جنة عدن اللهوت المسيحي كله تم يعني تكرار مرات عديدة عبر تاريخ المسيحيين أن نسل المرأة هو المسيح الذي صحق رأس الحية كل اللهوت المسيحي نعم هل هذه نبوء أم ماذا هذا سؤال رقم واحد إذا كانت نعم طيب أليست هي نبوء عن المسيح ولا لا الإجابة نعم طيب كيف يأتي المسيح وهو نسل المرأة نسل المرأة فقط نعم العزراء لم يكن معها رجل نعم هو نسل المرأة يأتي مطابقا لهذه النبوءة وانت بتكلم عن الرمز وليه تكون الرمز يعني ما الفي لماذا لا تقبل الحقيقة وعايز ترمزها فكيف تكون نبوءة ولها قوتها وقيمتها ويكون أساس القصة ليس حقيقي صلب العقيدة المسيحية في صلب المسيح والفداء والكفارة والتجسد جئت لتكون لهم حياة وليكن لهم أفضل فدية عن كثيرين ده كلام المسيح نعم فدية عن ماذا إذن ولماذا نعم يعني هذا في البداية هو النقطة التي سأنطلق منها وتركيزي على نسل المسيح طيب وأنا عايز أرجع معلش لنفس الآيات اللي أنت قدمتها حتة العدوة هذا عدوة بينك وبين الحية وبين نسلك وبين نسلها هل العدوة دي موجودة في الواقع بتاعنا أشكري أو برضو ده رمز ما واضح أن نحن بنتخيل حاجات كثيرة يعني يا أشكرك لأنا ما فكرت في الجزئية دي هذه العدوة موجودة هذا عدوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها وإحنا أولاد المسيح والكنيسة منبثقة من جنب المسيح تعاني قدر ما عانت وتعاني هو من هذا الشيطان عدو الخير حتى الأعداء من البشر من ورائهم يقف عدو الخير هو اللي يدفعهم هو اللي بيحرضهم ضد المسيحين وضد المسيح حتى شاول بولوس الرب يسوع لما واجهه قال له شاول لماذا تبطهدني لأنه هو اضطهد للمسيح أساسا موجه ضد المسيح فإذا دي الآيات الرائعة الكتابية الموجودة أنا بشكر الله بصراحة أن الأصحاحات الأولى هي في ذاتها قبل ما نطلع منها تسحق فكرة الرمزية فأنا حلخص بنعمة الرب هذا النور الذي بسق في جنة عدن بوعد الخلاص وإزاي تسلسل هذا الخيط من النور إلى أن اكتمل في شخص المسيح خلينا نبدأ سفر التكوين 12 وقال الرب لأبرام نذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة وأبارك مباركك مباركيك ولاعنك ألعن ليه قبل ما ننتقل إلى الحتة الفيصل ليه هل الفكرة في إبراهيم أم الفكرة في الذي في صلب إبراهيم الذي في صلب إبراهيم هو المسيح والذي في صلب يعقوب إسحاق يعقوب يهوزة الأصباط إسرائيل كأمة في صلبها المسيح وبالتالي الذي بورك لا يلعن فبالتالي إذا شخص بيلعن من باركه الله اللعنة ترجع عليه صحيح يعني هي دي معنى أبارك مباركيك ولعنك ألعنه هي اللعنة التي يلعن بها ترجع إليه وده اللي أنا عايز برضو أشير أحباء المسلمين العملين يلعنوا البشر ليل ونهار ويلعنوا المسلمين اليهود والمسيحيين وكأن الإسلام جاي خصيصاً لدول يعني ما بنسمع عن البوزيين ولا الهندوس ولا وجاي خصيصاً لهؤلاء لأهل الكتاب أهل النور والمعرفة فأنت لعنتك بترجع عليك تصب اللعنة تصبها أنت على رأسك أما المدشنين بدم المسيح دول ما بتصيبهم لعنة لعنة إيه اللي هتصيبهم المهم أبارك مباركيك ولعنك ألعنه ثم يأتي للنسل عشان ما نمشيش بعيد عن نسل المرأة الناس تهم معانا أهل وأبارك مباركيك ولعنك ألعنه وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض جميع قبائل الأرض تتبارك فيك إزاي إزاي تتبارك فيه بالمناسبة دي على قمة البركات التي أخذها يعقوب هي أن جميع الأمم جميع قبائل الأرض تتبارك فيه إزاي نعم عن طريق نسله من نسله اللي هو المسيح نسل اللي احنا اتكلمنا عنه في جنة عدن تسلسل عبر الآباء إلى أن الآن هو فيه صلب إبراهيم تتبارك جميع أمم الأرض إزاي كميع أمم الأرض تتبارك في صلب إبراهيم نواصل في موضوع صدوم عمورة لما وقف إبراهيم يتشفع لصدوم عمورة الرب قال إيه نقرأ في تكوين 18 فقال الرب هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعل وإبراهيم يكون أمة كبيرة وقوية ويتبارك به جميع أمم الأرض لكي بعدين في الآخر كذا في كلام كتير يختم الجزئية لكي يأتي الرب لإبراهيم بما تكلم به ربنا هاي بالأشياء التي أقسم بها سيأتي إلى إبراهيم بما قال يبقى عندنا في تكوين 12 وبالمناسبة إن العايز يبدأ من تكوين 12 بعض الناس يقول لك نبدأ من تكوين 12 وتكوين 12 مش من فراغ هم مرتبط ارتباط كل ووسيق جملة وتفصيلا على 11 أصحاح السابقة النهار ذا لما يجي الله يتكلم مع إبراهيم في إبراهيم تكوين 12 دلوقتي في تكوين 18 خلينا أحط مع تكوين 22 لو سمحتي وقال بعد ما قدم إسحاق على المزبح والرب أراه الكبش وقال بذاتي أقسمت يقول الرب أني من أجل أنك فعلت هذا الأمر ولم تمسك ابنك وحيدك أباركك مباركة وأكثر نسلك تكثيرا كنجوم السماء وكالرمل الذي على شاطئ البحر ويرث نسلك باب أعدائه ويتبارك في نسلك جميع أمم الأرض من أجل أنك سمعت لقوله آه يبقى هنا في نسل مقصود في نسلك في العبر ليس المقصود بها أحفادك وسنأتي إلى الوحي المقدس وهو يفسر لنا هذا النسل بعدين في غلاطية بس خليك دلوقتي معايا هذه النسل نعم نسل المرأة يسحق رأس الحية أجعل العداوة بينك وبين نسلها هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عاقبه الكلام الذي قيل للشيطان في وجود الحية في وجود حواء وجدنا مباركة جميع الأمم في إبراهيم ثم الآن يتضح لنا الأمر أنه في نسل إبراهيم جميع الأمم تتبارك في نسلك نهاردة أنت ميش يهودية صحيح ولا نهاردة نحن حاميين جدا الكبير اسمه مصرايم أبوه اسمه حام ومع ذلك وإبراهيم سامي نعم من سام وإحنا من حام ومع ذلك بكل سهولة بنقول أبونا إبراهيم نعم أبونا إبراهيم جبنا من فين هذه الأبوة أخذنا في النسل الذي كان في صلب إبراهيم انتقلت هذه البركة للأمم في المسيح أليس هذا هو اللاهوت المسيحي طبعا أنا أتكلم مع مؤمنين المفروض فهمين هذا هو اللاهوت المسيحي وكل كلمة أقولها بنعمة الرب أنا يعني عندي الإثبات الكتابي منها فإذا دي مقدمة دلوقتي في إبراهيم نعم يبقى النسل اللي وعدت به حواء أنه سيسحق رأس الحياة الشيطان نعم وجدناه في إبراهيم طبعا لو رجعنا لإبراهيم عشان نشوف مين أجداده هنلقى الموضوع واصل إلى آدم وشيس شيس آدم أنوش إلى آخر هذه السلسلة لحد ما يصل إلى لامك نوح سام بعد كده ينتقل إلى ما يوصل إلى إبراهيم تمام تمام بس أنا عاوز يعني تشرح لو سمحت أكتر حتة أنه فيك تتبارك جميع أمم الأرض محتاج أفهم لأنه طبعا في بعض الأحباء يعني مش عارفين الحاجات دي في الكتاب المقدس أمم الأرض التي آمنت بالمسيح هن مسيح هو إبراهيم يعني هنا نحن بنتكلم عن الأمم الهنود على الصينيين على عراقيين مثلا على من كل بقاع الأرض صحيح تباركت في إبراهيم المؤمن من خلال الإمام بالمسيح صحيح باركت الله لإبراهيم في الأمم كانت في المسيح وده بالنص بالنص في الوحي المقدس وهنجيله بعد شوية بنعمة ربنا طيب هذا النسل الذي كان في الإنسان الأول وجدناه الآن الوعد وجدناه في إبراهيم نعم ينتقل هذا الوعد إلى صلب إسحاق فنلاقي في سفر التكوين 26 وظهر له أي لإسحاق الرب وقال لا تنزل إلى مصر تغرى في هذه الأرض فأكون معك وأباركك لأني لك ولنسلك أعطي جميع هذه البلاد وأفي بالقسم الذي أقسمت لإبراهيم أبيك وأكثر نسلك كنجوم السماء وتتبارك في نسلك جميع أمم الأرض ما كان شوية من شوية الموضوع كان في إبراهيم إلا حصل وإبراهيم لم تتبارك فيه كإبراهيم كشخص جميع أمم الأرض لكن واضح أنه الذي في صلب إبراهيم الآن انتقل الذي في صلب إبراهيم إلى صلب إسحاق وجدنا أنه نفس الوعد الذي كان في إبراهيم لنلقى رب الدين إسحاق معناها الذي في صلب إسحاق الذي كان في صلب إبراهيم يبقى هنا الوحي يشير إلى النسل المرأة الذي هو المسيح أسأل مرة تانية أليس هذا هو اللاهوت المسيحي أحبائي أصحاب الرمزية طيب أكمل في يعقوب بعد الوقت إسحاق دفي صلبه برضو من أولاد نعم إلى أن يأتي المسيح منه طيب هذا الوعد انتقل إلى ابنه يعقوب يعني كان في إبراهيم إسحاق يعقوب أذهب إلى سفر التكوين 28-12-17 ورأى حلما وإذا سلم منصوبة على الأرض ورأسها يمس السماء وهو ذا ملائكة الله صاعدة ونازلة عليها وهو ذا الرب واقف عليها فقال أنا الرب إله إبراهيم أبيك وإله إسحاق الأرض التي أنت متجع عليها أعطيها لك ولنسلك هذه بركات أرضية طيب ويكون نسلك كتراب الأرض وتمتد غربا وشرقا وشمالا وجنوبا ويتبارك فيك وفي نسلك جميع قبائل الأرض يبقى إهدى بالوقت كل الناس تقول لك إسرائيل ما هو يعقوب تتبارك فيك لأن يعقوب هو إسرائيل إسرائيل الذي قدم المسيح للعالم طبعا بخطة إلهية وأصبح هذا النسل اللي شفنا الخيض بتاع الضوء الرائع الإلهي من آدم شيث أنوش إلى آخر سلسلة نوح حسام إلى إبراهيم إسحاق يعقوب طيب إزاي ده يكون أساسه رمز نعم كيف يكون وعد بهذا الحجم بحجم المسيح غير المحدود أن يكون رمزا نعم يبقى في بركة إسحاق لياقوب حنشوف دلوقتي بركة إسحاق لياقوب حنلاقي برضو الخيط موجود مش لقينا في عقوب دلوقتي كلام الرب نعم تشوفي في البركة وأنا خليت يعني مؤجلة شوية لهنا يقول له ليستعبد لك شعوب وتسجد لك قبائل وحقول لك لي أنا عجلتها مع أنها هي قبل حقول لك لي أنا جبتها هنا لأن الرؤية اللي رأاها يعقوب دلوقتي دي قبلها البركة بتاعة إسحاق ليستعبد لك شعوب وتسجد لك قبائل بيقول له كن سيدا لإخوتك وليسجد لك بن أمك ليكن لعنك ملعونين ومهباركوك مباركين نفس الكلام الذي قيل لإبراهيم هذه البركة من إسحاق إلى يعقوب يعني يستعبد لك شعوب يعقوب لم تستعبد له شعوب ولم تسجد له قبائل صحي كن سيدا لإخوتك وليسجد لك بن أمك هذا هو المسيح استعبدت له الشعوب والأمم والألسنة وهو السيد الذي سجد له الآخرون من البشر لأنه جاء في صورة الإنسان لي أنا بقى أجلتها علشان دية مقرونة ببركة يعقوب لإبنه يهوزة نفس هذه التعبير يكون سيدا يسجد له بن أمه بن أبيك فأنا حقيت الاثنين مع بعض لكن عايز أن نوه على حاجة مهمة جدا تخيلي لو كان الموضوع بمشاعر بشرية وجاء عقوب عايز يبارك أولاده بمشاعر بشرية مش بوحي مقدس ونبوءة نعم وقدامه الأولاد جدامه راقوبين وشمعون ولاوي ويستاكر وزبلون ويوسف ويهوزة وعايز يدي أحلى بركة حيديها المين مفروض يوسف مش كده صح ويعقوب ويعقوب وأولاده يعني في ضيافة يوسف نعم وهو المهيم على كل أرض مصر مفروض لو بمشاعر بشرية يروح يدي البركة القوية المين ليوسف صحيح لكن لأنها ليست كذلك في حضور يوسف لأنه إسرائيل يعقوب جمع أولاده كلهم ديمن فيهم يوسف وأعطى كل واحد النبوءة عما سيصيبه في آخر الأيام نعم يعني يوسف موجود وما أعطى غير النصيب المضاعف اللي هو يدخل بأولاده الاثنين بس نعم يعني بركة البكورية هي النصيب المضاعف لكن لم يعطيه الرئاسة مع أنه هو وفي الوضع ده هو الرئيس هو رئيس مش كده صحيح هو الرئيس كان ممكن يوسف يعترض دانا الرئيس صحيح دانا رئيس مصر كلها دو بكتي إزاي بتاخد الرئاسة وتديها ليه ليهوزة صحيح ففي وجود يوسف الذي حلم أحلاما أنه إخوته سيسجد له وفعلا الحلم تحقق وإخوته سجد له لما كان هو لسه ما يعرفوش دي يوسف نعم حول هذا السجود إلى صلب يهوزة صوري شوفي روعة الوحي المقدس دفتكوين 49 لما جاي بارك يهوزة قال له كذا يهوزة إياك يحمد إخوتك الحمد لله لأن الله في صلب الله المتجسد سيأتي من يهوزة يدك على قفى أعدائك رمس للمرأة يصحق رأس الحية يسجد لك بن أبيك إزاي يسجد له ما هو لواحد سجد ليهوزة سجد ليهوزة صحيح سجد ليوسف إنما السجود يتحول إلى سجود عبادة إلى الذي في صلب يهوزة خلينا أقول لك ما هو أكثر من ذلك ما أخذه يهوزة بيقول له كذا لا يزول قضيب من يهوزة مع أن القضيب في يد يوسف صحيح ومشترع من بين رجليه حتى يأتي شيلون شيلون شي له الذي له يعني المسيح وله يكون خضوع شعوب ما شفنا يهوزة خضعت له شعوب لكن ابن يهوزة الأسد الخارج من صبت يهوزة شخص المسيح نعم خضعت له شعوب بالحب فنسل المرأة كان هنا دلوقت تحول إلى يهوزة يبقى لو كان من إبراهيم إلى إسحاق إلى يعقوب وفيه إطناشر واحد صحيح تحول إلى يهوزة ونأتي من فراغ ونجد أن المسيح له كل المجد من صبت يهوزة مش ممكن مش ممكن أنت عايز ترمز الأصل وتخرج من الأصل الأسد الذي كسر الشيطان مش ده برضو هو الذي قال عنه الوحي في أشعياء ما هو ده النسل أنا دلوقت يبقى ماسك النسل نعم عشان بس أقول حاجة أنه كلمة وحدة في الوحي المقدس أنت مرتضط بها عبر هذا الوحي كله مش ممكن تأخذها وتحطها في قالب آخر وردت كلمة نسل في حديث الرب مع الشيطان وأنه من حواء سيكون النسل الذي يسحق رأسه الحية دي هتلاقيه كده مضيئة في كل الصفحات نعم طب دي أساسا بني عليها الوعد للأباء وزي ما احنا شايفين نأتي لهذا النسل نجده مضيئ في إشعياء في موقعين على الأقل طبعا نشياء ذكر نبوآت كثيرة لكن أنا هنا أورد فقط النبوآت مش عن صلبه جلده عن النسل لأنه نتكلم عن النسل نعم طيب نعم إشعياء ولكن يعطيكم السيد نفسه آية إيه الآية هل عذراء تحبلوا وتلدوا ابنان وتدعوا اسمه عمانو إيل هذا اللي تكلم عنه الوحي في العهد الجديد هذا المكتوب عنه كما قيل بالأنبياء هل عذراء تحبل وتلد ابنان وتدعوا اسمه عمانو إيل الذي تفسيره الله معنا ما هي الكلمة عمانو إيل بالعبري عمانا إيل عمانا يعني معنا إيل يعني الله عمانا إيل معانا إيل الله معنا مش ده هو النسل مش ده هو اللاهوت المسيحي ولا كل واحد بقى يألف على مزاجه اللاهوت المسيحي مرتبط بالكتاب المقدس هذه النسل ما رحناش بعيد عن المسيح في نسل المرأة يسحق رأس الحياة نعم أكمل في أشعياء فضل أكمل في أشعياء تسعة لأنه يولد لنا ولد ونعطبنا وتكون الرئاسة على كتفه ويدع اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام دي إزاي يكون يولد لنا ولد هنا وفجأة لاقي هذا الولد اسمه عجيب وهو مشير وهو إله نعم وقدير دي كل ألقاب إلهية قدير دي اسمه اسمه الله نعم وأبدي ورئيس السلام إزاي أبدي وفي أبدي غير غير الله أبا أبديا أبا أبديا رئيس السلام ويدع اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا إيل شداي اللي هي يهوى في العهد القديم الإله القدير ده هو يهوى صحيح هو الآن يلقب بها شخص المسيح له كل المجد وحتى لا نذهب بعيدا عن الخيط النسل أنه في يهوزة نأتي هنا كمال هذا الكلام لنمو رياسته والسلام لا نهاية على كرسي داود وعلى مملكته ليثبتها ويعضوضها بالحق والبر من الآن إلى الأبد من داود من داود أشهر شخصية في صد يهوزة داود النبي يبقى إذن في يهوزة بنلاقي هذا الوعد ينتقل إلى صلب من داود طيب داود الحتة دي بالذات أنه المسيح ابن داود كانت إحدى الحجج الله التي واجه بها المسيح معاصري فقال لهم المسيح ابن من هو قالوا له ابن داود قال لهم إن كان هو ابن داود كيف يقول داود بالروح يعني بالوحي عنه قال الرب لربي فكيف هو ابنه وكيف ربه ما عرفوش يجاوب أفهمه من المسيح لما أثبت ألوهيته من هذا الخيط الضوء اللي بدينا به في جنة عدن نسل المرأة قدنا نحن دلوقتي مع نسل المرأة عبرنا كل الأباء لحد ما وصلنا إلى إبراهيم إسحاق يعقوب يهوزة والآن نحن في داود يعني أنا ما باستغرب طبعا بعد الحلقات اللي إحنا يعني قدمناها والمعلومات اللي أخدناها وعمق الوحي المقدس وترابط الآيات كل الكلام دا مش هستغرب أنه دا كله فايت على الناس دول لأنه إحنا شفنا الأسئلة بتاعته بصراحة أسئلة بتاعت أطفال يعني يؤسفني أن أنا أقول الكلام دا لكن أسئلة أطفال أجبنا عليه الحلقات الصادقة صحيح إزاي الله لا يعرف صحيح أين أنت يا آدم نعم فده سؤال سؤال بتاع طفل مع أنه يعني مقدم السؤال دا شخصية متعلمة ومثقفة المفروض بس اللي إحنا شايفينه السؤال زي كده هو سؤال طفل سؤال سطحي تفكير بسيط فيعني هعزروا أنه هو مش فاهم كل الحاجات دي طيب خلينا أسأل هل هو مش فاهم دا كل دا ولا هو مش عاوز أو في أحيانا بصي الإنسان صعب الإنسان بصورة عامة نعم لما يحب يأكد على فكرة عنده ممكن يطوع أشياء كثيرة جدا صحيح صحيح وممكن يطوع حتى آيات في الكتاب يحاول أن يجد لها تفسير صحيح مختلف حتى يتماشى مع كلامه زي بتاعوا الإعجاز العلمي في القرآن بيعملوا نفس الموضوع نعم وده هنا كده فالآيات دي كلها واضحة صحيح بتنسف الرمز تماما صحيح إحنا دلوقتي مسكنا في صلب الأحداث وفي الأصحات اللي بيقولوا عليها نعم يعني إحنا في صلب الأحداث صحيح نسل المرأة ده في صلب الأحداث اللي بيقولوا عليها رمزية نعم طيب هل الكلام ده تكلم به الرب ولا لا هل آل كده الرب نسل المرأة عداوة بينك وبين نسلها هو يسحق رأسك وأن تسحقين عقبه آل الكلام ده ولا الكلام ده ما كانش موجود والوحي اخترعه ما هذه مشاكل كثيرة جدا يجب أن تجيب عليها صحيح صحيح أسئلة كثيرة فعلا فهو السؤال يعني خلينا سمي التوأم لسؤالك هل هو ما يعرفش هل هم ما يعرفوش والهما بيطوعوا آيات لفكرهم ربما يكون ده برضو أحد الخيارات الموجودة هو يعني التطويع للأسف عشان يتماشى مع الفكر ما هو لو فيه تطويع عشان يتماشى مع الفكر بتاعه يبقى فيه هدف صحيح هي يبقى فيه علامات استفهام بقى تمام ده صحيح وأحيانا ممكن يكون يعني حتى حط برضو الصورة الأخيرة ممكن يكون شخص قال كلمة ومش عارف مش قادر يتراجع عنها عشان هو غلط إزاي أنا غلط انتو الغلط بس الوحي كده لا أنا أجيب لك وحي آخر ويبتدي هو يحاول يطوع الوحي حسب فكره لأنه مش قادر يقول للناس يا ناس كلامكم صح أنا غلط 24 واحد أنا غلط فعلا آية دي مش تفسيرة كده طيب تخيلي الوحي وإحنا منتقلين معه كده اتكلم عن البكورية التي أعطيت ليوسف اللي هي النصيب المضاعف لكنه في وجود يوسف الرئيس الوحي لم ينسى مرة أخرى أن يقول يهوزة الرئيس اعتز على إخوته ومنه الرئيس طيب فانو الرئيس اللي من يهوزة أنا حقرأ من أخبار الأيام بصي أخبار الأيام خمسة من واحد واثنين بيكلمنا عن عن يعني النسل البشري وجه الحد إسرائيل وقال وبنوا راءوا بين بكر إسرائيل لأنه هو البكر ولأجل تدنيسه فراش أبيه أعطيت البكورية لبني يوسف ابن إسرائيل فلم ينسب بكرا يعني مفروض يأخذ النصيب المضاعف اتاخذت من راءوا بين النصيب المضاعف ورح لمين ليوسف ويوسف دخل بأولاده الاثنين بني أفرايم ومنسة أفرايم ومنسة دول مفروض يحسب كان أولاد يوسف لا حسب أولاد يعقوب نعم إسرائيل ودخل بأولاده الاثنين وأخذ النصيب المضاعف ويوسف موجود هنا يقول الوحي المقدس لأن يهوز اعتز على إخوته ومنه الرئيس منه الرئيس وأما البكورية فليوسف البكورية هي النصيب المضاعف طيب إزاي الرئيس طيب هو كان أصلا يوسف رئيس الموضوع مش مشاعر موضوع ده نسل المرأة الذي هو المسيح أليس بعجيب جدا أنه هنا إحنا بنقرأ في أخبار الأيام وفي أخبار الأيام يركز على الرئيس المسيح من يهوزة ما بيقولش يهوزة رئيس بيقول منه له لأن يهوزة اعتز على إخوته ومنه الرئيس من يهوزة نعم ده شيء في منتهى الروعة وفي منتهى الجمال صحيح هذا الرئيس الذي في يهوزة أنت عارف يهوزة السبت لما دخلوا أرض الموعد هو سكن في المنطقة التي هي فيها أورا اليابوسين اللي هي بيجت أورشاليم نعم والتي سميت فيما بعد كل المنطقة دي حوالين أورشاليم سميت اليهودية نعم على اسم على إخوزة يهوزة يهوزة هم يهود يهوزة اللي رجعوا من السبي في القديم وهي دي الكلمة التي أصبحت شائعة أكثر على كل اليهود تطلق وهي أساسا ما أخذها من صبت يهوزة ففي صبت يهوزة بقى جن نسل بقى دلوقتي في النبوءات يتحدد كمان فين حيولد مكانه فين النسل المرأة ده نعم تخيلي اللي احنا لجناه في يهوزة منه الرئيس وأعطاها يعقوب لابنه بالبركة بالنبوة يسجد لك بني وأبيك نروح لميخة النبي يقول بالنص أما أنت يا بيت لحم أفرات بيت لحم أفرات اللي بيزور المزورين الآخرين ده نوع تاني كمان بيزوروا بيت لحم حتة تاني ويقول لك أصل مسيح هنا تولد عندنا قدمناها السنة اللي فاتت حلقتين عن بيت لحم أصل المسيح اللي بيتمسح بيه كتير لكن هنا بيحدد بيت لحم أفرات اللي هي اليهودية وأنت صغيرة أن تكوني بين ألوف يهودا فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطا على إسرائيل بس اسمع صفاته ومخارجه منذ القديم قديم يعني أبدئه منذ أيام الأزل أزلي بس مخارجه سيأتي في الزمن ليشفي جرح الإنسان المميت يرفع خطيطه أنا دلوقتي كل اللي عملت أي في الحلقة دي تتبعت هذا النسل تتبعت النسل في الوحي المقدس نعم خط مضيء براق واضح في الكتاب لا يمكن لقارئ الكتاب يعني اللي عنده أدنى فهم قليل يعني من الفهم لا يرى هذا الضوء هذا الضوء واضح جدا يسري في صفحات الوحي المقدس لحد ما هنشوفه بعدين في الرؤية أنا يسوع كوكب الصبح المنير أصل وذرية داود أصل وذرية داود كوكب الصبح المنير نعم هذا النسل يعني لحد الرؤية وواحد ما يشوفش الخيط ده هو نسل المرأة يسحق رأس الحية لذلك هنا في ميخة وجدنا أنه كمان أفرعت بيت لحم وهي صغيرة لكن من بين ألوف يهوزة الكثيرة هيكون ليه وضع خاص ليه شأن خاص ليه وهي قرية صغيرة لأنه منها يخرج الذي يكون متسلطا على إسرائيل ينفع يكون داود بالصفات دي ينفع يكون داود ما ينفعش ليه لأنه داود مش أزلي يقول لك مخارجه منذ الأزلي مخارجه ده أزلي هو الله يهو الذي جاء في الجسد جاء في الطبيعة البشرية فما ينفعش يكون غيره ده هو بذاته الوصية النبوة دي دي اللي كانت في زهن اليهود وفي زهن أحبار اليهود وهي اللي جات على بالهم أول ما تسألوا أين يولد المسيح في أيام هيرودس لما جاء المجوس من المشرق عشان يسألوا أين يولد المسيح ملك اليهود نقرى النص نقرى الآيات الرائعة ولما ولد يسوع في بيت لحم اليهودية في أيام هيرودس الملك إذا مجوس من المشرق قد جاءوا إلى أوروشاليم قائلين أين هو المولود ملك اليهود فإننا رأينا نجمه في المشرق وأتينا لنسجد له فلما سمع هيرودس الملك الطربة وجميع أوروشاليم معه فجمع كل رؤساء الكهنة وكتبت الشعب وسألهم أين يولد المسيح فقالوا له في بيت لحم اليهودية لأنه هكذا مكتوب بالنبي اللي احنا قرأناها من شوية في ميخة وأنت يا بيت لحم أرض يهوزة لست الصغرى بين رؤساء يهوزة لأن منك يخرج مدبر يرعى شعبي إسرائيل أول شيء جاء في ذهنهم هي النبوة الموجودة في ميخة اللي احنا قرأناها من شوية يبقى إذن اللي في ميخة هو المسيح لأنه السؤال عن مين أين يولد المسيح السؤال كان أين يولد المسيح ملك اليهود رجعوا الميخة يبقى اللي في ميخة ده هو المسيح النبوة اللي في ميخة هي المسيح هو نسل المرأة اللي احنا تتبعناه واحدة تلوة الأخرى أنتقل بقى إلى إيه إلى حياة الكنيسة الأولى طيب الكنيسة الأولى فهمت إيه عن نسل المرأة برضه هل عد عليهم كذا ولا في كلامهم وفي اختباراتهم وفي عزاتهم تعرضوا لهذه النبوءة اللي هي بكر النبوءات في الوحي المقدس لو هي رمز ما لهمش داخلي بيها بصراحة لكن لأنها أصل بشارتهم شوف خلي بالك أصل البشارة لا يمكن أن يكون مجرد رمز أصل البشارة يلحق في موضوع شفاء الرب للمقعد على يد بطرس ويوحنة اللي كان جنباب الجميل وتفرس منتظرا أن يأخذ فضة من بطرس صدقة فقال له ليس لفضة ولا ذهب ولكن اللي يزيلي إياه أعطيك باسم يسوع المسيح قم ومشي فالناس تلموا حوالينه فرح بطرس لما شاف الناس كذا قال لهم لا القوة دي مش فينا فابتدأ يتكلم عن مين عن المسيح صاحب هذه القوة ففي أعمال الرسل 3-24 أخذت هذه الجزئية بيتكلم بطرس ويقول وجميع الأنبياء أيضا من صمئيل فما بعده جميع الذين تكلموا سبقوا وأنبأوا بهذه الأيام أنتم أبناء الأنبياء والعهد الذي عاهد به الله أباءنا قائلا لإبراهيم الوعد إيه لإبراهيم لإبراهيم اللي أنا ذكرته من بدري نسلك روعة الوحي شوف بقى هنا بطرس الرسول بيقول إيه وبنسلك تتبارك جميع قبائل الأرض إليكم أولا إذ أقام الله فتاه يسوع أرسله يبارككم برد كل واحد منكم عن شروره شوفت اللحمة بتاعت الكتاب المقدس عهد قديم وعهد جديد نسيج واحد هتطلع خيط منه هيبال نسيج كده واضح أنه فيه مشكلة صح دلوقت بطرس وهو يعز يذهب إلى نسل المرأة المسيح الذي هو وعد الله لآدم وحواء وكان كلامه مع عدو الخير الشيطان ووجدناه كيف تسلسل هذا الأمر في الكتاب المقدس ابتداء من آدم وحواء وشيث ونوح وسام إلى إبراهيم إسحاق يعقوب يهوزة داود المسيح والآن يقف ويعز بهذا الكلام هل هذا الكلام رمز لا يمكن أن يكون رمز في غلاطية بقى إلا أنا ذكرته من شوي وأنتي تكلمنا مع بعض أنه الأمم وقلت لي اشرح أكتر نعم يعني إيه الأمم تباركوا في إبراهيم وهو الوحي وصلنا للحتة دي في غلاطية ثلاثة من ستة لستاشر صعب أن أراها كلها للوقت لكن أنا أخذ الزبد اللي فيها طالبا منكم أحبان مباركين ارجعوا الغلاطية ثلاثة بص معايا كده يقول كما آمن إبراهيم بالله فحسب له برا اعلموا إذن أن الذين هم من الإيمان أولئك هم بن إبراهيم والكتاب إذ سبق فرأى أن الله بالإيمان يبرر الأمم سبق فبشر إبراهيم أن فيك تتبارك جميع الأمم يعني الله عشان يثبت أن بالإيمان يبرر الأمم الله بالإيمان يبرر الأمم بشر إبراهيم قال له إيه يا إبراهيم تتبارك فيك جميع الأمم ليه لأنه في واحد في صلبك الأمم ستؤمن به فتتبرر بالإيمان به طبعا الإيمان هنا مش مجرد كلمة هلانية الإيمان قبول المسيح المعمودية حياة المسيح ينبغى أن يسلك كما ذاك كسلك مش مجرد كلمة هلامية كلمة إيمان نعم يبقى هل دا كان هو برضو رمز ولا إحنا بنتكلم دلوقتي في أشياء أساسية يقمي البقاء خلي ما لك من الكلام دا مهم جدا في غلاطية ثلاثة إذن وكأنه المعطيات حقيقة إذن يبقى في نتيجة الذين هم من الإيمان يتباركون مع إبراهيم المؤمن ما إحنا آمنا بالمسيح نعم نتبارك مع إبراهيم المؤمن لأن جميع الذين هم من أعمال النموس هم تحت لعنة لأنه مكتوب ملعون كل من لا يثبت في جميع ما هو مكتوب في كتاب النموس ليعمل به ثم يقول المسيح افتدانا من لعنة النموس إذ صار لعنة لأجلنا لأنه مكتوب ملعون كل من على خشب لتصير بركة إبراهيم للأمم في المسيح يسوع لننال بالإيمان موعد الروح علشان البركة التي أخذها إبراهيم أن كل الأمم ستتبارك فيك إحنا سنأخذها في المسيح يسوع اللي هو كان في صلب إبراهيم لننال بالإيمان موعد الروح موعد الحياة الأبدية في حتة مش واضحة فيها أعيدة أنا عايزة تعيدها تاني الجزئية دي بس عشان تبقى واضحة أكتر يعني يعني الله أعطى بعض لإبراهيم أعله يا إبراهيم في واحد في نسلك نسلك واحد زي ما حنشوف ذي الوقت في الواحد واحد في كل أحفادك نعم واحد نسلك ليس تساوي أحفادك نسلك واحد ده حتتبارك فيه كل الأمم حتتبارك إزاي بالإيمان حتؤمن به حتؤمن بواحد يخرج من صلبك كل الأمم حتؤمن بالشخص ده بالشخص ده نعم فالبركة اللي فيك اللي أنا أدتها لك دي إنه جميع الأمم تتبارك فيك حتتأخذ للأمم من خلال المسيح أهو لتصير بركته إبراهيم للأمم هيحصلوا على البركة دي ازاي نعم في المسيح في المسيح اللي هو النسل المقصود ليسوع لننال بالإيمان موعد الله من خلال الإيمان من خلال الإيمان بالمسيح طيب وضحت كده وضح بعد كده يكمل كلام في غاية الروعة وغاية الأهمية يقول أيها الإخوة بحسب الإنسان أقول يعني لو تكلمنا بمنطق والمنطق هنا المنطقة الذي أعطاه الروح لكاتب هذا الوحي نعم ليس أحد يقتل عهدا قد تمكن ولو من إنسان أو يزيد عليه ما في واحد يقدر يقتل عهد أقيم بين اثنين أو يزيد عليه نعم نسله رجعنا النسل المرأة لا يقول وفي الأنسال كأنه عن كثيرين بل كأنه عن واحد وفي نسلك الذي هو المسيح يبقى إذا كان وعد بين اثنين عاديين ما في واحد يقدر يزيد عليه فما بالك الوعد الذي أعطيا من الله لإبراهيم إزاي تزيد عليه أو تنقص منه المواعيد قيلت في إبراهيم وفي نسله ودي لازم أنا أذكره لأنه ما حقدر أفوته الذي هو المسيح ما ينفعش يكون إسماعيل لازم النسل الذي سيأتي منه المسيح نسل البركة هو المقصود هنا وعلشان كده الوحي المقدس زي ما ذكرت في بداية الحلقة وحلقة سابقة أنه ما يقبلش دخيل ولا يفرط في أصيل نعم أنا أعادت أفكر يعني في تعبير يساعدني أنه زي أشرح الحتة هو لا يقبل دخيل ولا يفرط في أصيل ده الوحي المقدس فهنا المواعيد قيلت في إبراهيم وقال له بإسحاق يكون لك الوعد بإسحاق يدعى لك نسل نعم يعني هيكون في نسل بس في نسل آخر المقصود واحد هو شخص المسيح لا يقل في الأنسال كأنه عن كسيرين وإحنا عارفين أن إبراهيم كان عنده كام ولد لا مش اثنين واحد آل اثنين تمانية إسماعيل من هاجر إسحاق من سارة وستة من قطورة مش من الأنسال ولا من أولاد كسيرين ولا من أحفاد كسيرين حيكون الوعد ده لا يا إبراهيم سيكون واحد فقط نسلك الذي هو المسيح ما قيمة الوعد وأجعل عداوة بينك وبين نسلها بينك وبينها وبين نسلك ونسلها هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه ما قيمة هذا الوعد اللي لم يكن هو حقيقة دامغة لها كل المردى وبالمناسبة ممكن يواصل لو حد تاني يحب زي ما ذكرت لك حتلاقي بسفر الرؤية آخر صفحة يفتح كذا بسفر الرؤية أنا يسوع أصل وزرية داود كوكب الصبح المنير ستجدها في آخر صفر الرؤية يعني من التكوين إلى الرؤية هذا النسل تلاقيه كذا ضوء واضح جدا في صفحات الوحي المقدس فلا يمكن أن يكون كل هذا التيار بتاع النور الرائع ده يكون أصله رمز لا يمكن دا حقيقة وبالتالي من الحقيقة تأتي الحقيقة ولكن لا يمكن من مجرد رموز تأتي حقيقة هكذا وعقيدة بحجم العقيدة المسيحية التي على رأسها المسيح دي كانت مجرد الفكرة الأولى اللي أنا حبيت أتكلم عن نسل المرأة فيها طبعا لسه عندي يعني آيات عايز أشارك بيها لو أنت ما عندك أي شيء أنا بس عايزة يعني وانت بتقول أي قيمة الوعد ده اللي حيتحقق بعد شوية وخليني كمان أقول أي قيمته إذا هو ما كانش لي أصل ما كانش لي سبب هو لي ربنا قد الوعد ده صح عشان ما سبب كان حقيقة يعني ما كانش رمز صح يعني حتة حلوة خلينا أقول لأنه عجبتني يعني يعني إذا ما كان الوعد ده في حد ذات وإحنا لسه في جنة عدن هنا نعم مش كل اللي إحنا قلنا دلوقت في جنة عدن ما قيمة أن يقول الله للشيطان سيكون في عدوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها هو يسحق رأسها هو يسحق رأسك وانت تسحقين عاقبه نعم ما قيمة هذا الكلام وعلى أي شيء مبني صحيح بالضبط كده بالضبط على أي شيء مبني صحيح يبقى مبني على حاجة حصلت نعم طب إيه هي برضو رمز يعني الحاجة حصلت رمز ومن الرمز قائق لهذا الرمز طيب إيه تاني رمز مش حقيق ما خلاص حيطلع لنا بعد كده المسيح نفسه رمز ما هو ده الهدف يبقى إذا أنت دخلت في الرمزية رمزت شيء في الأصل هيبقى كله بعد كده رمز عايز أبقى في جنة عدن لو ما عندك أي شيء لا أتفضل مع هذا الوعد أو بعد هذا الوعد مباشرة بنشوف أنه الله ألبس آدم وحواء أقمصة من جلد في جنة عدن نعم ما قيمة أقمصة الجلد هل هي رمزه برضو؟ مع أنه إحنا يعني يعني بنشوف الإنسان الأول استعان بالجلد برضو أنه يصنع سوقه من الجلد و الحد عصرنا ده أجود أنواع النسيج يعني الصوف تأتي من من صوف الأغنام هذه الفكرة هي أصلا قديمة قدم الإنسان أنه الله ألبس آدم وحواء أقمصة من جلد خلينا بداية أن نقرأ الوحي المقدس الرائع وبعد كده نجي نتكلم عن ده برضو كان رمز ما فيش أقمصة من جلد ما هي داخلة مع السقوط ما هي داخلة بدون صفك دم لا تحصل مغفرة هي ما إحنا كمؤمنين برضو بالكتاب المقدس فاهميني الكلام ده بس النهاردة لما نيجي واحد يقول لي ده رمز يعني أنت رمز بتلبسه الرمز يعني آدم مش موجود فصنعت أقمصة من جلد لبستها الآدم اللي مش موجود واللي مش ساقط المفروض واللي مش ساقط أو ساقط وليه آدم يتخلق عريان وتيجي تلبسه مش آدم ده ربنا خلقه عريان هي أسئلة أسئلة يعني فعلا لو دخلنا في التفاصيل هي في كل كلمة إحنا سنسأل سؤال ده لو سؤال واحد صحيح طيب آدم ده وكان كلاهما عريانين أمام الله وهما لا يخجلان ده الوحي المقدس آخر آية في الأصحاح الثاني من سفر التكوين طيب بعد كده بتلبسوا ليه ليه بعد كده أقرأ أنا في تكوين ثلاثة وصنع الرب الإله لآدم وامرأته الأثنين أقمص من جلد وألبسهما هو الجلد جا من فين يعني فيه حيوان زبح يعني فيه دم أريق دم بريء وبدون سفك دم لا تحصل مغفرة هل ده رمز ولا حصل خلي بالك ده هنا انت بتتكلم عن المسيح يعني انت هنا بتتكلم عن الذي علق على الصليب جرد من ثوب الجسد ليكسونا بثوب بره يعني المسيح حينما صعد على الصليب وكأنه هو الحمل الذي انتزع جلده لكي يلبس آدم فإحنا المسيح على الصليب ألبسنا ثوب بره ثوب قداسته وهكذا قال الوحي المقدس أنتم الذين قد اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح مش ممكن انت يعني العقيدة دي مترابطة مع بعض صدقني كل كلمة وكل الجزئية فيها زي ما احنا شايفين ملتحمة مع بعض هالبعض فهنا ازاي ازاي يكون الله ألبس آدم وحواء أقنصا من جلد وما يكونش ألبسهما يكون رمز تأليف عقيدة عايزين نتذكر كلام الدكتور موريستا ودروس يعني مخطئ من يعتقد ان احنا حنألف عقيدة او حنكون عقيدة جديدة او يا دوب حنفهم العقيدة صح احنا بدأنا الحلقة دي الحلقات دي صح بفيديو لأستاذنا هالكبير المبارك دكتور موريستا ودروس وهو يعني بيتكلم في حسرة عن ما يسمع أحيانا يعني احنا مش لسه نكون عقيدة لسه ولا العقيدة الثابتة الراسخة هي الأساس اللي عايز يألف برحته بس هذه ليست حجة علينا ولا هي يعني لها قيمة بالنسبة للناس اللي عارفين كتابه ومعارفين اللهوت المسيحي المزبوط اللي هو مستند على آيات الكتاب المقدس الوحي الالهي بجي هنا السؤال اللي بيفرض نفسه الرب خلق آدم عاري وحواء عارية ليه حتاجوا يلبسوه عشان فيه سقوط طب السقوط ده حصل إزاي عشان فيه كسر للوصية ايه الوصية بقى هذا السؤال الصعب أنا عايز إجابة من واحد بيتكلم عن الرمزية يقول لي ايه هي الوصية هل هي من جميع شجر الجنة تأكل أكلا وأما من شجرة معرفة الخير والشرف لا تأكل منها لأنك يوم تأكل منها موتا تموت دي نعم ممتاز لا يبقى فيه ايه هي دينة غيرة ولو هي يبقى أنت بتتكلم عن شجرة ما هي الوصية بتتكلم عن شجرة نعم تأكل من كل شجر الجنة إلا دي ما تأكلش منها يبقى إذن إحنا لما بنمسك الوحي المقدس وتلاقي زي كده غضوح هنا إنه الرب ألبس آدم وحواء أقمصة من جلد يخي يقول أقمصة إنما يحدد جلد نوع القميص نعم هذه التفاصيل تدخل بنا إلى الصلب العقيدة أن هناك حيوان زبح بريء لم يفعل شيء لكي يستر عري آدم وحواء وده هو مفهوم الرسالة الأساسية التي تجسد من أجلها الله الكلمة يستر عري الإنسان بثوب بره وثوب قداسته ليعد للإنسان مجده الأول مجده الأول الذي فقده صورة الله البهية هو خلينا أسألك سؤال إحنا جربنا خلاص على نهاية الحلقة هو ليه ما عملهوش أقمصة من قطن القطن ده زرع والمفروض الجنة فيها زرع فيها قطن طب ليه ما عملهوش وده الأسرع يمكن وده الأسهل وده الأوقع والمنطقي كل ده القطن يعمل بدون ما يحتاج لزبح حيوان صحيح لأن الفداء قائم على هذا الوعد وعلى هذا الأمر ده ربنا هنا رسالة بالمسيح مخلص العالم نعم هو بسجد الرمز وينسف في كل شيء في كل دقيقة أنا بشكرك كثير بشكركم مشاهدين المسيح بارك حياتكم صلوا لأجلنا كثير زي ما احنا بنصلي لأجلكم وبنامة المسيح نشوفكم في حلقة جديدة اشتركوا في القناة